السؤالي بقى لدكتور هشام خد الغاز أنك تسأل حدثك حتى في الفاصل من روسيا إلى أوروبا يعني روسيا مصدر كبير للغاز إلى الدول أوروبا ويمر عبر أوكرانيا فمفهوم جدا أنه ده ممكن يتأثر السؤالي ببساطة خلينا نفهم يعني هل ممكن تتغير خريطة التجارة العالمية في مسألة تصدير الطاقة؟ تتغير ملامحها ما تبقاش الدول المصدرة هي هي نفس الدول المصدرة تعيد الدول هيكلة مصالحها طب هو في الإطار الضيق الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا في الإطار الأوسع هو الصراع ما بين روسيا وأمريكا الصراع شكله سياسي لكن خلفيةه اقتصادية بمعنى أنه الحديث المتكادر لا ما عليش الجملة زي تاني كده بالراحة الحديث المتكادر من جانب روسيا ورئيس بوتين على وجه التحديد لما يبقى تحدث أنه أوكرانيا بتنزلق في حلف الناتو رايحة في هذا الاتجاه نحن عايزين يبقى حدودنا مش في إطار وفي صراع أو حلف الناتو بيقترب دي كلها تخوفات سياسية لكن وقع العامل لا أمريكا كمان لها تخوفات اقتصادية لأنه تقريباً 30% من امدادات الطاقة في أوروبا جاية من روسيا وبالتالي درجة الحياة التطور الاقتصادي في روسيا خلال السنوات الماضية الحياة لافت للانتباه ودرجة تأثير الاقتصادي الروسي في القارة البولية على وجه التعديد في الاتحادة أصبح كبير ودرجة التشابق الاقتصادي بدأ يتزايد وده معناه أنه إعادة رسم هذه الخريطة مسألة صعبة لكنها وردها صحيح وبالتالي نعيد تاني أنه صحيح الصراع يبدو سياسياً لكن خلفيته بالتأكيد اقتصادية ومازال الحياة أمريكا ليست بعيدة عن المشهد وبتسعى جاهدة لمزيد من الاقتراب من الاتحاد الأوروبي ومحاولة إبعاد درجة التشابق الاقتصادي فيما بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويمكن الحياة الصين بتقف بعيدة تترقب وأتصور أنه يمكن تكون هي المستفيد الأكثر خلال الفترة القادمة يعني؟ بمعنى أنه لا مش قادرة أفهم الصين ولا أنا بسأل حدك برضو تاني خط الغاز الممتد من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا إحنا عارفين تعقيدة التشبيكة دي هل الأوروبا ستبحث عن مصادر بديلة؟ أم أوروبا ستغرق في أزمات للطاقة؟ هل معقول أنه ده هيحصل؟ يعني إيه استدالي الأقرب؟ خلينا نقول أنه الطاقة هي الملف الرقم واحد لكن ما هيش كل الملفات بمعنى أنه روسيا على وجه التحديد ويمكن معها أوكرانيا يمكن بيلعبوا دور هام في سلة الحبوب على المستوى دولة ومش بس الأمحة طبعا بيلعبوا دور هام للغاية في قطاع المعادن ويمكن الحقيقة درجة صحيح أوروبا بتسير في ركب أمريكا في فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لكن كمان الحقيقة في تخوفات كبيرة للغاية داخل عدد من الدول الأوروبية ويمكن إحنا الجدال الكبير كان على محاولة إيقاف نظام السوفت على روسيا وفي بعض الدول أصبحت متضررة ورفضت فالحقيقة درجة التشابك وصلت لمرحلة فيما بين الدول الاتحاد الأوروبية وروسيا أنه روسيا ما بقتش الحقيقة خايفة قوي لأنه روسيا جرابت مسألة العقوبات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ولم يهتز لها جفن وبالتالي أتصور أنه يمكن إحنا مازلنا أمام مشهد معقد للغاية والحسابات الاقتصادية الحقيقة حتى الآن ما أتصورش أنه فيه لا مؤسسة مالية ولا حتى الدول قد ده تتحدد الحسابات الاقتصادية والتكريف الاقتصادية على المستوى الدولي لكن مؤكد الحكومات كلها بتتحرك في إطارة رصد الأسر وكيفية إيجاد حلول عرف أنا ليه عمالة بابتسم وأنا بسمى حضرتك؟ عشان أنا بمبسط لما الناس لخالفيتهم علمية كده وأكاديمية لا يستبقوا الأحداث يعني يبدو أنه يعني دكتور هشام يعني فيه معلومة حلوة كده بس مش عايز يقولها أنا أعرفها